احنا بالنسبة لنا قبيلة تسوعد معروفين على العلاق عامة لا قليل نشار ولا نخاف وعندنا ناس يجوز احنا نسيطر عليهم وكناس ما نسيطر عليهم احنا لا سوينا فاتحة ولا عدنا اي حدش لحد الان من نزهة بين الاصدقاء الى حادثة قتل مروعة في مدينة البصرة تجسدت في مقتل امرأة وعصابة زوجها وتعرض باقي افراد عائلتها للخطر نتيجة خلاف صديق زوجها مما ازفر عن رميهم من رصاصة وفر جان هاربان والقصة على لسان دو المقتول هم كانوا يلعبون مع عرب البر فما حسنا الا هذا واحد مطعون فما حسنا الا من تجاه هذا اسلاح البيت اختي فصارت جريمة انكتلت بيها اختي وانكتل زوجها مصاب بيها مخطر وبيها زوجة ابنهم وابنها الصغير عليها طفل طفل شنو جنبه جريمة ها جريمة جريمة لقيت الحادثة استنكارا واسعا من قبل المواطنين الذين يرون ان انتشار السلاح المنفلت في المدينة اصبح يهدد حياتهم اليومية وسط مطالبات بتجديد القوانين وتعزيز الامان لتكون هذه الحادثة نقطة تحول في تعزيز الامان داخل المصر وتجديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم الفحشة انت مشاجرة تجي تكتلك عائلة كاملة بالبيت يعني هذا عمل فوق الارهابي يعني انت كاتل الام وضارب الابو ثلاث طلقات وبين الحياة والموت وطفل عمره سنة ونص اصابتين طلقه برجلة ام سولة عملية ووجهه وبتنه بتعمي والنوبة اخوها يعني ما اده والله ما اده شاكل بس احنا نطلب من الجهات الامنية ان نطلع القاتل يعني هو شرط كامل ذبع علي وورا الباب موجة والباب وورا الباب ما دخل ما نفتح الباب انا اخر شي فتحت الباب انا رجعت انا بعد هنا رجعت رجعت ام دخلوا ما بي مش بس دخلوا ابوي لا ابوي كلها صفحة كلها طائرة عنده والدم ما اقضي انتصرخ على ابوي هو الرمى وخلص قال انا العربي خلص الشغلة ما تتق قال انا العربي انا طلع الان شيف دخل ابوي علي كلها دم وامي هم كالضبطنها يظهر هذا الحادث انه من الضروري على السلطات العمل بشكل فعال لتعزيز الامن والاستقرار في المدينة وتحفيز التعيش السلمي بهدف تجنب تكراري مثل هذه الحوادث المأساوية مصطفى شماري التغيير الفضائية مدينة البصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا